نحن صارنا لمدة الحقيقة من خلال حتى إذا تلاحظ بداية لغاية أن مراسلاتنا مع اللجنة المبنية الكويتية ولغائنا أيضا بالهيئة مع الشيخ طلال كنا حريصين كل الحرص على ما عرفت وين نقاط الخلاف عشان نحلها للأسف لا وجدنا ذاك التعاون بل بالعكس يمكن لمسنا ولمسه والأخوان اللي حضروا الاجتماعات سواء اللي صار بحضور الشيخ سلمان الصباح و الشيخ أحمد المنصور أو حتى الوفد الغانوني اللي راح بعد وساطة الأمم والتحدة لمسنا أن هناك في الحقيقة أنه تحتم الجانب الكويتي ما فيه يعني خنقول بادرة أو يعني لن نكون واقعين هم دوليين الأغوى بحكم أن هم ضليعين بالمنظمات الدولية ولهم علاقات يعني في هذه المنظمات والحكومة ما عندها خبر دولي مو موضوع خبر يعني هذه منظمات أهلية لها العلاقات الشخصية لها دور حفاظهم على بعض لها دور يعني هذه ضل منظمات واليوم واليوم أنت ما يخفي عليك ولا يخفي على المشاهد الفساد اللي موجود في التحاد الدولي واللي بدأ ينخر حتى باللجنوبية الدولية اليوم إذا بلاتر هو اللي هو رئيس التحاد الدولي شفت شلون طلع من الباب الشرقي على قولتهم بلاتيني اللي كان مرشح أن يكون رئيس عقبة شفت شلون طلع في غضايا رشاوي وغيره ترجمة نانسي قنقر